لفت مسؤول حكومي في مجلس الوزراء المصري لصحفة الشرق الأوسط بأن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ استعداداً للاستفتاء على الدستور المقرر غداً وبعد غد بغرفة عمليات بمجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية وأضاف المسؤول أن الحكومة سوف تتصدى بكل قوة لمحاولات أنصار جماعة الإخوان المسلمين تعطيل الاستفتاء على الدستور الجديد اشتركوا في القناة